والآن مشاهدينا ككل ثلاثاء موعدنا مع فقرة تطبيقات كورونا وآخر أخبار عالم التطبيقات بخصوص هذا الفيروس المرعب مع دينا طارق مساء الخير دينا مساء الخير دينا ومساء الخير مشاهدينا بهذه يعني دينا الظروف صعبة حاليا لذا يوجد الكثير من التطبيقات التي تعيننا على العمل من المنزل من ضمن هذه التطبيقات دينا هو تطبيق زوم تطبيق زوم تطبيق سهل وهو منتشر حاليا في العالم سواء بسبب توقف الدراسة أو بسبب توقف الكثير عن العمل نعم ذكرتي وأنا قرأت أنه بسبب توقف عن العمل لكن كأنه يستخدمونه أكثر لتسلية ولا فقط هو مخصص للعمل هو أكثر يعني تطبيق احترافي ولكن يعني لا يمنع أبدا من خلط التطبيق بالمحادثات أيضا الاجتماعية التطبيق سهل جدا إذا أردنا يعني استخدامه ديما سوف نجد أنه يمكننا الانضمام إلى أي اجتماع مخصص عن طريق وضع رمز مخصص لخاص بك عند تسجيلك في هذا التطبيق أيضا يمكننا أن نجرب لنقوم ببدء اجتماع سوف يظهر الفيديو ونستطيع استخدام الصوت عند النقرة على الشاشة سوف نستطيع أن نرى أكثر من أيقونة أيقونة الميكروفون وهو وضعه في الوضعية الصمتة إذن الطرف الآخر لا يستطيع سماعي أيضا يمكننا توقف الفيديو أو أيضا يمكننا أن نشاهد من موجود حاليا في هذا الاجتماع في هذه الحالة لا يوجد سواء في هذه الاجتماع نعم يعني شخص قريب أو بالضرورة أنه تكون يبتعرفي من أصدقائك يعني من الكونتاكت تبعك أو أنه شخص موجود في المكان في محيطك أستطيع دعوة الأشخاص عن طريق إرسال الرمز بأكثر من وسيلة إرساله إرسال عن طريق الإيميل أو رسالة رسلية إذا أنا أشخاص تعرفيهم أو من جهات الاتصال أيضا يمكنني تجربة المحادثة سواء إذا أردت أن أرسل كلمة مرحبا أو هاي إلى جميع من متواجدين في هذا الاجتماع أو حتى أستطيع أيضا أن أجرب تجربة بأن أضع خلفية افتراضية يعني يمكنني الإختيار بينما نحن الآن في الفضاء إذن هو تطبيق سهل جدا يستطيع الجميع استخدامه بمنتهى البساطة نستطيع الخبر الثاني ديما هناك تطبيق تابع لهيئة الخدمات الصحية البريطانية وهو تطبيق كوفيد-19 Symptoms Tracker هذا التطبيق مخصص لتتبع الأعراض هو فقط للأغراض البحثية هذا التطبيق بتعاون مع جامعة كينغس كوليج وهذا من المفترض أن يتم التوسع به لانتشاره وأن يصل إلى الولايات إذن لمعرفة يعني عدد الإصابات بشكل فعلي يعني بحث ولكن مجرد تتبع الأعراض هل هي ما زالت ثابتة هل الأشخاص نعم أيضا الاكتشاف أعراض جديدة ربما جديدة صحيح أيضا نستطيع أن نجري اختبار بسيط يعني بعيد الشرع منك ديما ولكن لنفترض أن بعيد الشرع عن قلبي إن شاء الله ألف مرة ألف مرة إذا نريد الاشتراك سوف يسألك ديما هل قمت باختبار كوفيد-19؟ لا هل تشعرين بالإجهاد أو بأنك لست على ميرون؟ ممتازة من أشاطي ممتازة طبعا لنسوف يعني يسألك إذا كنت تريدين ترشحه إلى شخص آخر أو لا ربما يمكننا أيضا تجربته بطريقة أخرى هل قمت باختبار كوفيد-19؟ لا هل أشعر بأنني على ما يرام؟ نعم أم لا لا أشعر أنني على ما يرام؟ هنا سوف تبدأ مجموعة من الأسئلة هل أعاني من الحرارة؟ نعم درجة حرارتي 83 استمرت هذه الأعراض والكحة هل لدي أعراض؟ نعم لدي إذن هي مجموعة من الأسئلة وفي نهاية الأسئلة سوف تتم مشاركة هذه البيانات مع الجهات البحثية نعم هذه كانت نهاية أخبارنا ديما نعم دينا شكرا جزيلا لك نتمنى الأسبوع المقبل تكون الأخبار سعيدة حول كورونا والتطبيقات شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر